طيب ان شاء الله هنكمل النهاردة بقيت الموضوع بتاعتنا لو حد فيكو فاكر من المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن ال LVM كان اخر موضوع كنا اتكلمنا عنه يعني هحاول اديكو اكسرسيز طول ما احنا شغالين شيل LVM حط LVM شيل Logical Volume حط Logical Volume شيل Volume Group حط Volume Group زي ما احنا شغالين يعني بحيث ان اتعودوا عليه وانا مصمم ومركز قوي على الموضوع دوا لان هيبقى هو الاساس بتاعنا بعد كده لما نوصل للجلسة للستوريج وقلت الحكاية دي مت مرة قبل كده بس يعني خلينا لمشي ادينا فيها ان شاء الله النهاردة هنكمل بقية الموضوع بتاعتنا وبالمناسبة زي ما انا سألت من شوية الاسواب احنا ما كناش خدناه فهناخده في السكة معانا وليه حطنا الاسواب كده في النص يعني عشان بس يعني ايه نجرب ايه موضوع اللوجيكال فوليوم ده واحنا شغالين خلاص طيب كلام جميل ان شاء الله النهاردة هنتكلم على موضوع الاسواب او الفيرشوال ميموري بمعنى اضاق يعني حد فيكو سمع قبل كده عن المصطلح بتاع الاسواب ده قبل كده ها حد سمع عن السواب ده قبل كده في اي وقت من الاوقات ايه اللي سواب ده ايوا يعني ايه برضه فيرشوال ميموري ماتاز سواب او فيرشوال ميموري ايه برضه ايه ايه موضوع ايه انفكر بتاع الموضوع ده قبل كده لما الرام تقل السيستم بيستخدمه انت الجهاز بتاعك هو شغال كل الابليكيشن وكل حاجة تقريبا بتبقى لودت في الموري عندك يعني لو افترضت ندير الرام بتاعتك فكل حاجة عندك بتبقى لودت اصلا في الرام خلاص اي حاجة اي ان كانت تمام كده طيب هتقول لي طب ايه المشكلة دلوقتي هقول لك المشكلة حاجة بس صغيرة جدا ان مهما كان الرامات عندك كتيرة فانت هقول لك ايه من المستحيل او من شبه المستحيل خلاص طول ما الرامات عندك اقل على الاقل كحد ادنى من 16 جيجا فانت بتتكلم في سيناريو ان الابريتنج سيستم طول ما هو شغال محتاج يلود الابليكيشن في الرام دي تمام؟ الابريتنج سيستم هتلاقي الرام عند معظم الناس سواء 2 جيجا او 4 جيجا او حتى 8 جيجا عمرها ما بتكون مكفية الابليكيشن نفسه او الابليكيشن اللي شغالة تغيل لو انت عندك الابريتنج سيستم نفسه محتاج جزء من الرام ده الابريتنج سيستم نفسه عشان يشتغل زائد كل الابليكيشن عندك شغال محتاج جزء من الرام فتغيل انت بقى الناس اللي قاعدين طوله النهار قاعدين ايه؟ اللي مشغال لك Oracle Database واللي مشغال لك MySQL واللي مشغال لك أباتشي وياه يا دين النبي اتفرج بقى على السيروزز لو انت شغال السيروزز وانت شغال دي ربنا يديك الصحة عليها ممكن مرة كده تبص على سيستم تلاقي سيستم كل استهلاك من الرامات 2 جيجا هب فجأة ممكن تلاقي استهلاك 8 جيجا من الرامات قال له ايه عم اللي حصل الابليكيشن ريكويرمنت اتغيرت الابليكيشن اللود عليه كان X بقى Y فبقى محتاج رامات زيادة خلاص في معظم الناس معظم الناس حتى الان معظم الناس رامتها اقل من 16 جيجا حتى 8 جيجا انا شفت اجهزة ديسكتوب انا مش شفت اجهزة ديسكتوب انا بتعامل اصلا مع اجهزة ديسكتوب بتاعتنا حاليا رامتها 8 جيجا وبردو مش مكفيها الابليكيشن بالابليكيشن اللي شغال تخيل 8 جيجا النهارده ما بقتش اي حاجة ما بقتش حاجة اصلا تتكلم عليه 8 جيجا كده مثلا من سمع سنين ولا حاجة ولا من 8 سنين كنت بتتكلم العام 8 جيجا ده يعني كان بتنطط بيهم لكن الابليكيشن النهارده بقت استهلاكها الريسورسز عالي جدا طيب دلوقتي انت عملت قولي الابليكيشن لازل تكون موجودة في الرام وفي نفس الوقت انت عندك ان الرام مساحتها قليلة جدا خلاص فالحال للموضوع ده الحال للموضوع ده قال لك بص يا عام الرام بما انه مشكلتها ان هي دايما بتكون مساحتها قليلة وبيكون سعرها غالي طب انا ممكن احاول استخدم الدسك بتاعك يعني ده الرام لو دي 4 جيجا مثلا او 8 جيجا ايا كان المساعة اللي عندك مش فرقة قال لك بص انت عندك الدسك عاددا الدسكات بتبقى مساحتها كبيرة يعني مثلا الدسك ممكن يكون مساحته 500 جيجا او 1 تيرا معظم اجزت البيوت النهارده بقيت 500 جيجا او 1 تيرا قال لك بص انا احجز لك هنا مساحة كده صغيرة تخليها ها الفيرش والميموري بتاعتك او تكمل لك مساحة الرامات دية قال له ازاي عام قال لك بص هو انت كل طول ما انت شغال طول ما الابريتينج ستم شغال اقصد هل هل كل الابليكيشنز بتكون اكتف وراننج في نفس الوقت اكيد لا مستحيل تكون لها اكتف وراننج في نفس اللحظة مستحيل خلاص قال لك خلاص طيب كلام جميل قال لك الابليكيشنز الان اكتف واللي مش شغالة او اللي هي ساسبندد او اللي هي وقفها بشكل مؤقت مستنية لا اي او او بتعمل اي حاجة قال لك طالما انت اصلا مش محتاجها دلوقتي في الرام اعمل ايه شل احطها في اللي سواب دي خلاص كده طيب افرض ان هي كتوقفة او هي كتوقفة بشكل مؤقت او انت بتستخدمهاش او هي من اكتف وحبيت تشغالها مرة تانية اليوزر بدأ ينتر اكت مع البروسيس دي ويبدأ يعمل ايه يتعامل معها قال لك خلاص رجعها مرة تانية من اللي سواب سبيس اللي على الدسك دي حطها في الرام علشان كده تسمت سواب لانه كل شوية عمل يبدل يشيلها من الرام يحطها على الدسك وبعد كده شيلها من الدسك يرجعها على الرام وهكذا العملية عملت تم رايح جاي رايح جاي خلاص؟ طب عملية النقل دي انت اللي بتعملها لا البرتنج سيستم او الكيرنل بتاعك بيقوم بها بشكل اوتوماتيك انت مش محتاج تشغل نفسك انت كل اللي محتاج تشغل نفسك بيه ان انت تقول الكيرنل يا كيرنل انت عندك سواب سبيس وليكن مساحتها فرضا فرضا مساحتها واحد جيجا على الدسك لما المموري بتاعتك تبدأ تقل ها؟ ابدأ استخدم المساحة اللي موجودة على الدسك دي خلاص؟ هتقول لي طب ما كده كلام جميل طب الرامات اتعملت قولي الرامات سعرها غالي والدسكات سعرها رخيص طب انا ممكن بعد كده اجيبي الرام بتاعتي ممكن اجيبي الرام بتاعتي هي واحد جيجا واو اوفر في الفلوس واستخدم اللي سواب اللي موجودة على الدسك اقولك لا استنى عندك انت كده لبست نفسك في خزوق كبير جدا ليه؟ لان الرام دايما دايما بتكون سرعتها عالية جدا والدسكات اللي موجودة حاليا حتى الان سرعتها اقل بكتير جدا من الرام عارف ده معنى ايه؟ معنى ان عملية السواب هتتم بشكل كبير جدا لان مساحة الرام قليلة فهيضطر كل شوية ياخد من الرام يحطها على الدسكة فلما عملية السواب تزيد معناها الجهاز هيبقى ابطأ تمام كده؟ لما عملية السواب تزيد ايه اللي هيحصل؟ هيبقى البرفورمانس بتاعك ابطأ تمام؟ انت كده لبست نفسك في خزوق ماروش اي لازمة بالمناسبة يعني عشان بس نقفل الموضوع دوا تماما متحاولش تقارن سرعة الرام اطلاقا بسرعة مين؟ بسرعة الميكانيكال ديسكس ولا حتى الاس اس دي حتى الان ولا حتى الاس اس دي حتى الان الاس اس دي سريع جدا وكل حاجة بس ما زالت الرام سرعتها اعلى منه بكتير يعني خلاص؟ زائد ما تنساش ان انت لما بتحط الاسواب على دسك لما بتحط الاسواب على دسك فانت بتحط الاسواب ده جزء من الدسك مش الدسك كله معناه ان ممكن يكون في process تانية بتأكسس نفس الدسك ده يعني تخيل اللي انا قصده ايه؟ اهو انت عملت partition اهولي السواب اهو بس بقية الدسك دوا انت عطت عليه partitions وعليه ملفات بتكتب هنا في القتة دي كده معناه كده ان في process تانية شغالة على الجزء ده فتخيل لو في process هنا شغالة البروسيس دي بتريده بتريده لنفس الدسك وفي نفس الوقت بتتم عملية السواب الناحية التانية هنا على بقية الpartition أو على البرتشن اللي جنبه على بقية الدسك. عارف ده معنى ايه؟ ان ده هيقلل عندك في السرعة اللي موجودة. خلاص? الSSD ببقى جميل قوي مع الاسواب بصراحة. يعني لما تعمل الاسواب بتاعك على الاساس دي دي حاجة ممتازة. مش حاجة عوحشة اطلاطا. لكن بقولك انه هو مش بديل للرام. باي حال من الاحوال مش بديل للرام. خلاص? اعتبر الاسواب هو واللستي ريسورس بتاعك اللي ممكن تستخدمه لو الرمات عندك مساحتها قليلة لكن النصيحة لو انت بتشتري جهاز ومعاك فلوس تزود مساحت الرمات ياه يا ديني النبي زود يا أم مساحت الرمات زي ما انت عايز خلاص خليك فاكر كل ما عملية السواب بتزيد كل ما سرعة الجهاز بتقل خليك فاكر الحكاية دي فانت عايز عملية السواب دي تقل بأقل يعني عايز تقللها بأكبر شكل ممكن خلاص عايزت بقليلة جدا فلما عايزت قليلة جدا ما تحتاجش للسواب اصلا مش هبقى محتاج للسواب طبق مش محتاج للسواب ازاي زود مساحت الرمات بس خلاص شكرا تمام عشان كده موضوع البلاننج ان انت تبلان السيرفر بتاعك والابليكيشن ريكوارمنت عملية البلاننج دي عملية مهمة جدا مش عملية البلاننج بس لا عملية المونوتنينج المونوتنينج مش مجرد ان انت عملية تشوف الابليكيشن روننج ولا لا لا انت بتشوف الابليكيشن روننج وبيستهلك ريسورسس قد ايه عشان بعد كده لو انت محتاج في المستقبل تبدأ تعمل اقولك ايه اه بريديكشن بريديكشن للتلات شهور اللي جايين مثلا انا محتاج ابدل ايه او محتاج ازود ريسورسس بتاع السيرفر ده او بعد ست الشهور اللوت كان على مش عارف الرماد كان كذا فانا محتاج ازوده يبقى كذا او اللوت ده كان قليل قوي فانا مش محتاج ريسورسس ديام فانا مكن اخد ريسورس ديام اديها الفيرش والماشين تانية او اديها الحاجة تانية وصلت؟ طيب كلام جميل اللسواب بقى انت عملت اقول الرماد عندك مساحته قليلة واللسواب واللسواب هو انا المفروض اخلي اللسواب دي حجمها قد ايه هو انا المفروض دي ايه خلي اللسواب دي حجمها قد ايه بص في عملية حسابية كده بتقولك او عملية حسابية بتحسب اللسواب بتاعك ماشي مبدئيا مفيش حاجة اسمها ضعف الرماد خلاص؟ هو بيقولك يعني ريكومندد لو الرامات بتاعتك اربعة جيجا فاقل خلاص؟ خلي اللسواب ضعف الرام بتاعتك خلاص كده؟ تمام؟ لو من ستة واقل من اتناشر خلاص؟ خليها واحد ونص للرام او بلاش من ستة لاتناشر يا عام خلانها ماشيين في الستاندرد ناس كلها شغالة بيه؟ لو ما بين اربعة وتمانية خليها واحد ونص للرام بتاعتك خلاص كده؟ لو الرام بتاعتك لو هي اكتر من تمانية خليها كام؟ واحد اكس الرام بتاعتك ماشي؟ طيب الحاجة الاخيرة لو رمدك اكتر من 16 جيجا خليها نصم ساعة الرام خلاص كده ده يعني اقول لك ده انا ما جبتش الارقام دي من دماغي بالمناسبة الارقام دي معظمها هتلاقي موجودة على الانترنت ده يعني مش 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 هقولك ايه مش مقياس مش معيار مفيش حاجة اسمها معيار اساسا بالمناسبة الحاجة زي كده بس ده يعني معظم الشغل للناس قبليته بيبقى حاجة في الرينج دي او في الرينج اللي قدامك دي تمام كده؟ بس المشكلة فحاجة بس ان انت مهما كان الارقام اللي بتطلع لك في الكتب وكلام من دون لازم تعمل بلانين كويس يعني ايه؟ يعني النهاردة النهاردة تمانية جيجا دول انت خليت السواب واحد اكس طب افرض الجهاز بتاعك انت محتاج انت محتاج مثلا مثلا على الاقل 16 جيجا يكونوا شغالين للرام في ايه اللي هيحصل عندك؟ ها؟ هيعمل السواب بشكل كبير جدا وانت عندك اصلا تمانية انت عندك اصلا تمانية خلاص؟ او انت عندك 10 جيجا رماد بتاعتك وانت محتاج 20 جيجا يكونوا موجودين في الرامات دلوقتي واحد اكس عمرها ما هتكون كفاية فانت لازم في الاخر لازم في الاخر تعمل بلان كويس لإيه؟ للابليكيشن بتاعك اللي هيرن على المكانة دي خلاص؟ ممكن تلاقيه عندك الرامات 4 جيجا يقولك لو رامتك 4 جيجا يفضل تكون ضع في الرامات لو رامتك 4 جيجا فاقل يفضل تكون ضع في الرامات بس انت اصلا ما عندك اش ابليكيشن اساسا بيستخدم اللي 4 جيجا دول تخيل واحد عنده جهاز ويعني بيستخدم يعني ريسورسز قليلة جدا يعني كل اللي بيعمله بيفتح الويب يشوف الميلز بتاعته زائد عنده ميل كلينت بيشوف الميلز بتاعته بيرد عليها بس واحد شغله شغله اداري من الاخر فتلاقي الراجل ده بيستهلك في اليوم كل يومه يتنطط 2 جيجا فهو اصلا في الحالة دي مش محتاج للسواب اصلا يعني الراجل ده في الحالة دي مش محتاج للسواب من اساسه فيما انت ساعتها المساحة اللي انت حاجستها للسواب دي مضيقتها من الدسك عالفاضي خلاص؟ زائد حاجة تانية كمان انت ممكن يكون عندك الرامات بتاعتك حجمها كبير جدا دي كانت نص رامات بالمناسبة ممكن تكون راماتك مية تمانية وعشرين جيجا خلاص؟ حدت اوراكل اي بيزنس ولا حاجة ولا حدت اوراكل تابيز على السيرفر ده وتلاقي نفسك برضو محتاج تعمل سواب يبقى في النهاية كل الارقام اللي قلتلك عليها وكل الارقام اللي انت هتشوفها في الكتب وتلاقيها موجودة على الانترنت في ريسورس المختلفة كل ده مالوش اي لازمة طالما مفيش بلاننج محترم طالما مفيش بلاننج محترم بلاننج يعني تعرف الابليكيشن اللي يشتغل عندك قد ايه والابليكيشن ده الميمور الريكوارمنت بتاعته قد ايه بالمناسبة ما تنساش تكون صدر بقية الحاجات اللي هتشتغل على المكينة لان انا شفت الناس كتيرا جدا يقول لك انا عايز مكينة المكينة دي محتاجة مي سيكويل داتا بيز تكون شغالة او مايكروسوفت سيكويل او أوراكل تكون شغالة ومحتاجين الميموري تمانية جيجا يبني التمانية جيجا دول الابليكيشن نفسه هوا مش الابيرتنج سيستم محتاج ريسورسز اكيد محتاج فانت ما تدخلش نفسك في السكة لما لاش اي لازمة ديه لما تعمل بلاننج الابليكيشن اعمل الابليكيشن لوحده زائد ما تنساش بقية الحاجات اللي هترن مع الابليكيشن ديه سواء اوبيرتنج سيستم او لو فيه ابليكيشن تانى هيرن على نفس المكينة في نفس الوقت يعني لو هترن مثلا الاباتشي مع مي سيكويل يبقى انت المفروض تبلان لاتنين مع بعض لو هترن ميل سيرفر والميل سيرفر ده كمان عليه ميل كلاينت لو خلاص ومع الوب كلاينت دوان عندك مثلا انتي فيرس شغال على نفس المكينة وعندك انتي سبام شغال على نفس المكينة يبقى انت المفروض لما ديكي تعمل بلان تعمل بلان لكل دول مع بعض حسب حتى ننسى الحتة دي انا بركز عليها قوي عشان شوف تاخطأ مليكة من الناس طيب كلام جميل كلام ممتاز سنبص على اللي موجودة عندنا ونرى يه ما موجود عليها تعال اي كده للمكان دي اه 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 المكانة بتاعتنا مية تلاتة وخمسين مية ستة وثلاثين كلام جميل تعال كده الاول الرمات اللي موجودة عندك حجمها ايه بصلي كده بيقولك انت عندك ميموري للمكانة دي اتنين جيجا ده الفيزيكال ميموري اللي هي الرمات الفيزيكال ميموري خليك فاكر الميموري ها اللي هي الرمات هتلاقي اسمها اللي هي الفيزيكال ميموري بتاعتك تمام اليوز دي من الناس 111 الفري تولي 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 تلاتة وتسعين الشيرد 11 الكاش 918 والافيلابل 1138 بالمناسبة بالمناسبة قبل ما اتكلم على الحتة دي بس الكاش دي هتكلم على دلاتي حالة بصلي كده الاسواب بيقولك انت عندك اسواب اتنين جيجا اليوزد منهم صفر خليك فاكر كل ما الاسواب بتاعتك ها كل ما الاسواب تكون قليلة كل معناها البرفورمانس يكون افضل خليك فاكر الحكاية دي طيب بصلي هنا كده التوتال بتاعك كام 2047 فري منهم 2047 معنا كده ان انت ايه ان انت ما استخدمتش الاسواب اطلاقا طيب لو كنت لقيت الاسواب هنا تقريبا معظم المساحة معناها ايه ان الاسواب بتاعك ما بقاش مكفي يعني لو كان مثلا التوتال 2047 اليوزد 2045 يا مهر سوي انت كده بطهرك بقى انت كده محتاج تزود الاسواب اكيد مفيش كلام يعني تمام كده حد عنده اي مشكل حد دلوقتي ها طيب الحتة بس اللي عايز اقولك عليها الكاش دي يب الكاش دي حاجة كويسة الكاش دي مش حاجة وحشة بالمناسبة يعني الكاش دي حاجة كويسة جدا مش حاجة وحشة ليه؟ لان الكاش دي ين بدل ما يفلاش الداتا الي كتابها وكل الحاجات الي كانت موجودة عنده قبل كده في الرام خد منها نسخة حطها في الرام عندك عشان لما يحب يستخدمها يأجسسها بشكل مباشر من الرام بتاعتك ماشي؟ فالكاش دي مش حاجة وحشة دي حاجة كويسة جدا طيب الحاجة بس اللي قايز اقولك عليها لما تيجي تبص على الرام وتبص على المستخدم ما تبص ليش علىه بص لي هنا كده الفري كان 393 لو واحد كده تبص على الفري من النظرة الاولى لقى عنده 2 جيجا رام فاضي منهم 400 معناها 1600 1600 ميجا مستخدمين يا نهر ازرق ده انا تقريبا قربت اخلص الرام هقولك لا يا ريس استنى بس عندك ثانية واحدة لما تيجي تبص انا قلت لك عندك جزء هنا كده عندك جزء هنا ايه اللي هو الكاش طيب لما تيجي تبص بص لي على الجزء ده وبدأ اتكلم منه على اليوزد فعليا ما تحسب ليش الكاشد لان لو ما فيش عندك مساحة كفاية في الميموري لما مش عندك مساحة من الفري هو هيبدأ يدرب من الكاشد بشكل اوتوماتيك تاني تاني لما تيجي تبص على الميموري او على الرام بتاع الجهاز ما تبص ليش على الفري بس وتسكت لا بص على الفري والكاشد مع بعض خلاص ليه لان ممكن يكون الفري عندك مساحة قليلة قوي بس معظم الحاجات موجودة جزء في الكاشف الميموري او معمولها ككاشف الميموري خلاص وعمل كاشف الميموري ليه عشان ما يستخدمش السواب لانه مش عايز تخدم السواب فحطوا كل حاجة في الكاش ورايح دماغه طيب هتبدأ تقلق امتى ها لو مساحة الكاش قليلة قوي ومساحة الفري كمان قليلة قوي خلاص او بمعنى ادق اليوزد هو المساحة او معظم مساحة الرامات يعني مثلا التوتل بتاعك الف تسعمائة خمسة وتمانين هنا ولا الفين الفين ميجا يعني اتنين جيجا الف وتنمية منهم يوزد لو وصلت للسيناريو دون اعرف ان في عندك حاجة مش مصبوطة اعرف ان الميموريا بقتش مكفية ولازم تزود الميموريا بتاعتك ها تاني الحتة دي تاني لما تيجي تبص بص على المساحة اليوزد ها تمام كده ها حد عنده اي مشكلة طيب كلام جميل يبقى ده الاسواب ده هي الفيرش والميموري اللي هي بمعنى اذاق الي استخدمها على الديسك وده هي الفيزيك الميموري او الرام بتاعتك نفسها دي الرام بتاعتك نفسها طيب كلام جميل ممتاز طيب ممكن تقول له كده cat slash proc swaps بصلي عندي كده ها اللي swap بتاعتي فاكر رما كنت بقول لك proc دي فيها كل المعلومات للكرنل فاكرين من زمان اوي من زمان اوي 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 اعمل بتقول لك فيها كل المعلومات للكرنل اللي يعرفها عن الحاجات اللي موجودة عندك سواء بروسس باقة سواء فايل سيستمز سواء نتورك سواء كرنل اي حاجة تقريبا اي حاجة خلاص فبصلي انا كده بيقول لك ال swap partitions اللي موجودة عندك ديف ديفيس مابر داش وان وهتكلم عن ديفيس مابر برضو بالتفصيل نوعه ايه partitions ومساحته كام اتنين جيجا بصلي هنا كده ها اتأكدت يا رئيس يبقى هو ده مساحت ال swap اللي موجودة عندك هو تمام كده خلاص ال use the cam صف ال parity بتاعته minus 1 يعني من الاخر هيستخدمه بس لما يكون في اسوأ الظروف ومحتاجه فقط لغير طيب كلام جميل طيب اه دلوقتي هافطرد سيناريو ان انا عندي مساحة ال swap اللي بقتش مكفية فرضا هافطرد سيناريو ده ان مساحة ال swap اللي بقتش مكفية وايه ها وعايز اعمل اواضيف مساحة لل ايه لل swap بتاعي يعني هافطرد فرضا طبعا مش ده السيناريو بتاعي دلوقتي انا عندي ال use the cam 0 بس فرضا ان ال use دي بتاعي 2045 وعايز ازود مساحة لل swap عشان يبدأ يرمى عليها هو كمان خلاص كده طيب عايز ازود مساحة لل swap فعشان تزود مساحة لل swap قالك بص عندك طريقة من اثنين يا اما تعملها على partition يعني تعمل partition جديد وتقوله ضم ال partition دول لل swap space اللي موجودة عندك يا اما الحل التاني تعمل ايه ها تعملها على file على file ايه عاملت بتقوله ده بص خلينا نعملها على partition الاول وبعد ما نخلص نعملها على file خلي كل حاجة فوقتها ماشي تمام كده طيب كلام جميل ممكن اقوله كده هنا يا سيدي تعنك اتبريكو الخط عشان لو حدا مش شايف اه لو جيت اقوله كده a ls block دي الحاجات اللي كنت عاملها مرة اللي فاتت فين 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 اهوا طيب كلام جميل vgs bvs كمان انا كان عندي cd data مساحتها 79 جيجا المستخدم منها 35 جيجا كمان وكنا عاملين منها سناب شوت كمان طيب تعال اعمل logical volume جديد وابدا اشتغل عليها اقوله كده lv create dash dash size 2 جيجا dash dash name سميهولي lvs swap خلاص من 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 ايه من volume جروب اللي كان اسمه data خلاص lvs مرة تانية اه اللي فيه swap اتكاريته هوا خلاص كده اما انا كده عملت logical volume جديد وهبدأ اشتغل عليها طيب عشان تعمله ك swap لازم تعمل حاجتين اول حاجة لازم تحطله file system نوع file system بتاع ال swap اسمه برضه swap نوع file system بتاع ال swap اسمه برضه swap طب تعملها ازاي عم هقوله كده mk swap فاكر mkfs mkfs ext4 ext3 وxfs فاكر هنا اسمه mk swap بدل mkfs ext3 mk swap ديف data lv swap اهو طيب لو جيت تقوله كده free dash m لسه برضه طب فضلك خطه واحده بس المفروض تقوله كده activate partition دون او activate logical volume ده ان هو يستخدم ك swap space هقوله كده swap on div data lv swap خلاص free dash m كده بصلي ايه اللي حصل ها شفت ايه اللي حصل ل swap space بتاعتك طبعا بعد ما عملت الكلام دون المفروض تعمل ايه etc عشان الكلام ده يفضل ثابت عندك ما تنساش الايكاة ديه ده نوع swap او الماونت بوينت بتاعته swap ونوع file system بتاعك ايه الاول تعاني خليهم تحته بعض عشان ايه الترتيب بس انا بحتم جدا بالحكاية الترتيب ديه نوع الماونت بوينت swap ونوع file system ها خليك فاكر الحكاية ديه ودفولت بس خلاص شكرا عشان تتأكد ان كل مرة هيتعملوا mount ها ماونت داش ايه كده ما طلقش ايه اره ونطلق اي حاجة معناها ان الدنيا عندي تمام وفيش اي مشاكل فيه ها وصلت يبقى mk swap بيعمل file system نفسه انما swap on ها بياكتيفيت البارتشن دون ان هو يستخدم كswap تمام؟ طيب كلام جميل طيب لو حبيت انت كده اكتشفت إلحق يا عم الحج الاول لو جيت اقوله كده كده slash proc swaps بصوا لي كده ها بقى عندي 2 partitions اه هو بقى عندي 1 partitions اه هو اه اه خليها خليها فوقتها لما نيجي نخش موضوع الديفايس مابر هتكلم عليه بس كنت عايز اوريك يعني ازاي او اه انت ايه اللي انت فهمته من موضوع الديفايس مابر دوان هنا لو كنت اقوله كده الاس داش ال سلاح ديف انا عايز اوريلك بس عشان ما تتخضش data lv swap ايوا اهو اهو امسك عندك بص كده عندي cat-procswaps بص قالك انا بشاوري على مين دي ام داش سبعة شايف ايه مين دي ام داش سبعة ديان هوريك ان شاء الله ممكن المرة الجاية. ممكن المرة الجاية اه. المرة الجاية ان شاء الله مع الكوتا. هكلمك على الحتة دي يعني. ازاي تشوف الماب بتاعت ال LVM راح لانهي بارتشن في الديفايس مابر بالزبط. خلاص? اهو. شايف? الديفايس مابر سابعة هو ده اللي بيشاور على مين? على ديف داتا LV سوات. ماشي? خلي كل حاجة في وقتها عشان ما بتتخضش بس يعني. منرجع لموضوعنا مرة تانية. انا اكتشفت دلوقتي ان انا في عندي خزوق ما احصلش. اللي هو ان انا حكاست مساحة كبيرة قوي للسواب. والمساحة الكبيرة دي ام انا مش مستهلكها. انا مش محتاج المساحة دي ام. طب انا عايز اعمل دي اكتيفات للسواب بقى. انا عايز اعمل دي اكتيفات للسواب. ها? هعمل له دي اكتيفات ازاي? والله الموضوع بسيط جدا. هقول له كده بدل سواب اون. الاول يتأكد ان اللي سواب ده ما بقاش لسه موجود فين? في الاتي سي اف ستاب. خليك فكر الحكاية دي ام. بعد كده اقول له كده سواب اوف. ديف ديتا الفي سواب. لو جيت اقول له فري داش ام مرة تانية. ها? خلاص? اختفى? ايوا? لان عملت له دي اكتيفات دلوقتي. لان عملت له دي اكتيفات. خلاص كده? ها? وضحت الحكاية دي ام? بالمناسبة البرتشن لسه موجود زي ما هو. يعني لو جيت اقول له كده الفي. بلاش الفي. لس بلوك كده? لس بلوك فين 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 يا سي دي. شايف? لسه موجود اهو والله. ما فيش اي مشكلة زي ما هو موجود. ما فيش اي مشكلة فيه خلص يعني. ماشي? ولو جيت اقول له LVS. LVS اهو موجود اهو. ما رحش في اي حتة يعني logical volumes ما هو. انت بس عملت اكتيفات او دي اكتيفات. بس لا اكتر ولا اقل. طيب. يبقى دي اول طريقة. طيب. الطريقة التانية. قالك بص. انا هحطك في سيناريو معقد قوي. انت جيت دلوقتي قلت له كده VGS. لقيت ان الفوليوم جروب بتاعك كله متاخد. يعني افترضنا فرضا ان التسعة وسبعين جيجا دول كده زي ما هم. الفري منهم صفر. طب انا دلوقتي ما عادش عندي اي مساحة فاضية. انا خلاص عملت البرتشنز اللي موجودة عندي. هيبقى حالتك الدنيا تمام التمام او زي الفول لو انت عندك logical volume. ليه? لانه ممكن تعمله resize وتقلل المساحة بتاعته وتحجز partition جديد او تحجز logical volume جديد للسواب. صح? ده يبقى حظك. طب فرضا انت كان حظك سيء وانت اصلا كان فيه قبلك system admin موجود. الراجل ده عمل install على partitions. partitions عادية مش logical volume خالص. فعملت resize بتبقى خطر قوي يعني. عملت resize ل partitions عادية بتبقى خطر قوي. طب الحال للموضوع ده انا قال لك بس ثانية واحدة. عشان احلك المشكلة دي انا قال لك بص يا عام اي فايل عندك استخدمه كسواب. فايل عند استخدمه كسواب. ازاي عمل. فاكر الامر اللي كان اسمه dd. dd ده كده. كان بيعمل ايه? كان بياخد ال input بتاعه من ملف. تديه ال output ملف تاني او disk تاني او disk او اي ان كان يعني. خلاص? فانا ممكن اقول له كده dd ال input file هو div zero. ال output فايل بتاعك هو div. بلاش div بقى. خلويني مثلا slash root my swap. خلاص? ال block size. واحد ميجا. account. وليكن. الفين تمانية واربين. عارف ده انا معنى ايه? او عارف الامر ده معنى ايه? بقول له اعمل لي ملف. حجمه اه? او ال block size بتاعه واحد ميجا. وهتكتب كان بلوك? الفين تمانية واربين بلوك. معناها هعمل لي ملف حجمه ايه? ها? الفين تمانية واربين ميجا اتنين جيجا بمعنى اضق. خلاص? الملف ده هيكون موجود فين? ها? fruit my swap. طب الملف ده هيكون عبارة عن ايه? div zero. يعني انا كده بقول له اعمل لي ملف كله. ها? اصفار? ملف مليان اصفار? حجمه اتنين جيجا? موجود فين الملف ده? fruit my swap. بالمناسبة فاكر ايام زمان الناس في اللي كانت شغالة ويندوز 98 وبتاع. لما كان يقول لك اعمل فورمات من الدص. فاكر? ايام الدص وبتاع. عارف اصلا كلمة فورمات وقتها كان معناها ايه? فورمات. ها? كان دايما كده محد فيكو ياخد كورسات ICDL بتاعت ايام زمان. كان ما يقول لك دايما في اول يوم خالص تجي تشرح فيه للسيانة وبتاع والحاجات دي. كان يقول لك فورمات يعني zero fill. يعني نملة. البلوكس دي بصفار. هو ده اللي انا عملته هنا بالزبط. ان انا عملت ملف كده عندي. الملف ده عبارة عن مجموعة بلوكس. كلها مليامة صفار. بس. لا اكتر ولا اقل. اهو. تعالي عم نعمل ملف ده. بعد كده هبدأ اتعمل مع الملف ده كأنه. ها? كأنه برتشان او فوليوم عادي جدا. هبدأ اتعمل مع الملف ده كأنه برتشان او فوليوم عادي جدا. بصلي كده قالك انا كده تمسحها قد ايه? كده بتقريبا 2 جيجا وبيكتب بسرعة مية وخمسين ميجا بايت على الثانية. ممتاز. بعد كده بعد ما خلصت. مكي سواب برضو. المرة ده مكي سواب ده انا هعمل فايل سيستم. هعمل فايل سيستم لملف. ايوة. ما انا قلت لك الملف ده عبارة عن ايه? اصفار. زيه كأنه فايل سيستم لسه معموله فرمات دلوقتي حالا. او فايل سيستم رو فايل سيستم بكل بساطة. فايل سيستم لسه جديد. برتشان لسه قالو كايتب ما فيش عليه اي حاجة. خلاص كده? اقوله كده مكي سواب سلاش روت ماي سواب. اهو. بعد كده هقول له swap on root my swap خلاص لو جيت تقول له free free dash m شايفت عمل ايه زود المساحة تاني حاجة بس عايز اقول لك عليها بما ان ال swap بيستخدم ان انت تحط الحاجات اللي في الميموري عليه او الحاجات اللي موجودة في الرام عليه اي نعمية تتحط بشكل مؤقت بس بيكون فيه حاجات من اللي موجودة في الرام عليه فبصلي كده لو الpermissions بتاعته فيها حاجة كده فيها read access للأثر بص بيعمل ايه معك الأثر عندهم read access بص بيقول لك خلي بالك ده هيبقى فيه حاجات موجودة جوه الميموري ما تديش للأثر read access خليها 6-0-0 طيب ممكن اقول له كده ch-mode الاول تعاكب نعمل swap off slash root my swap بعد كده اقول له كده ch-mode 6-0-0 خلاص كده بعد كده اعمل له swap on مرة تانية ما اطلعش معك اي warning ولا اي حاجة ليه؟ عشان ممكن اي لو تخيلوا عندك system كده users عاديين راح هو اخديهم او ليهم access للميموري او اقول لك ايه؟ ليهم direct access للميموري بتاعتك تخيل يعني تخيل خلاص فانت كده بتلبس نفسك في حيطها سد يعني خلاص فهو هتلاقي نفس نصحك بنصيحك كده دي من الحاجات الكويسة في ريل السبعة يعني هتلاقي نصحك كده يقول لك يا عم استنى في حاجة انا مش مزبوطة ازاي عم ملف هيكون فيه حاجات من اللي موجودة في الميموري تخزن جواه حتى لو بشكل مؤقت والملف ده القذر معهم read access فلازم تشيل الكلام ده وانيه بيحاولين نصحك بس لكتر والقال خلصت بالمناسبة لو انت عايز تثبت الكلام ده بقى حتى كل مرة الجهاز يريبوت المفروض تاخد الكلام ده كده تحطه فيه في ال etcf step مونت داش ايه عشان تتأكد ان ما فيش اي قر ولا في اي حاجة عشان لو عملت ريبوت ما تلبسش في الحيط ها تمام كده حتى عنده اي مشاكل ها طب لو عادت تشيل الكلام ده كله بقى هد الكلام ده كله تاني عم مش عايزين نعمل اي حاجة فيه هد الكلام دوا شيل ال entry من ال f step تاني حاجة ثاني حاجة ممكن تعمل دلوقتي الاسواب على file او partition طيب كلام جميل اه اه حاجة اه اه طيب ماشي هنوقف الفيديو الحدي هنا دلوقتي ونقه اه اه ونرجع نكمل شكرا